يعني أنا يمكن كنا بنتكلم قبل الماتش وقلت لك باكيتا مش المدرب اللي حيدافع وباكيتا راجل هو باكيتا طول عمره كده مدرب بياخد المبادرة بيلعب كرة استباقية رغم ان ده عرضه في كتير جدا في تجارب انها ما تكملش وتروح لبعيد رغم ان انا بشوف ان هو من المدربين اللي عنده فنيات جيدة جدا وعنده جمل وبيقدر بأدوات هي أقل من إمكانيات فرق تانية يطلع شكل حلو وانا شايف فريق شباب بولزداد فريق حقيقي جاج جدا ولكن الفكرة ان انت كمان كمان كنت سايد ساعدت ان افضل حاجة عنده تظهر ان هي فعلا مؤسرة وانا بشوف الحاجة الوحيدة اللي كانت من حظنا مبارح ومن سوق حظ شباب بولزداد هي تفوق حراسة المرمى والاتنية السنتر باكس زي ما اسامة قال في اغلب الكرات ما دون ذلك انت كان عندك مشكلة جبيرة جدا عندك مشكلة امكان انا عندي ديانج هو حتة دايما بشوفها قيمة مضافة للنادي العلي مغض النظر عن اداء الفترات الاخيرة ولكن عزائي في الفترة اللي كان ديانج فيها مش افضل حاجة وكلر بدأ يدي ان كوكا موجود وانا بشوف ان بعد ما حمدي فتحي خرج انت عندك ديانج يعني قيمة مضافة للفريق في وجود كوكا انا لا اقدر اقولك ان كوكا يلعب كوكا في الحتة دي فارق وكوكا في الحتة دي بقدراته البدنية وطبعا كامل العزاء يعني قبل كده وصلنا ده في والده ولكن كوكا لعب مختلف ولعب بيضيف لو كوكا مش موجود يا اسامة اكرم توفيق وانا مستغرب من برح من تعليقات كتير جدا من الناس بتقول اصلا اكرم باكي مين لا يا جماعة اكرم مش باكي مين يعني مع احترامي اكرم مش باكي مين وهي وجهات نظر اللي شاف اكرم باكي مين انا بشوف ان اكرم اساسا في الاساس مع منتخب الولمبي والبداية اللي خلت اكرم تحس ان هو لاعب يقدر يروح لحتة بعيدة جدا لعب التلات رئات في نص الملعب اللي بيدخل في التحامات السنائية اللعب اللي دايما عنده توقع كويس جدا لمصار هجمة المنافس فبيدخل يعمل التدخلات او ما يعرف بالاعتراضات في كرة القدم ده كان راس ما الاكرم انما انا اكرم لما بنقله باكي مين لا يعني اكرم باخد منه كام مثلا ممكن اخد منه كام على مدار الموسم كام هدف يصنعه قدرات دفاعية بيكون فيها خشونة شوية وارتكاب اخطاء فانا مستني اكرم الدين في الحتة دي فالناس ما تقولش عسامة لا اصلا اكرم باكي مين هقولك الناس قالت ليه لان الناس اعتمرت على فترة تقلق اكرم مع بيت سمو سيماني في بعض الموارات وتحديدا كاس العالم انداء وهنا دي رسالة الاكرم لان اكرم من اللعيبة المميزة جدا 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 اللي تضيف لاي سكواد ومكانه في النادي الاهلي مكان مهم جدا ولكن الناس شافت اكرم بنفسه هو بيقول انا مش عاوز العب وسط المنع ودي النقطة اللي لازم اكرم يحسمها مع نفسه بمعنى ايه المفترض ان احنا حطينك اللعب الشروكر اللعب اللي لما نحطك بكريت عارفين ان انت هتطلع اقصى قدرتك في المكان ده لما نحطك خط وسط عارفين ان انت هتطلع اقصى قدرتك في المكان ده بس ده مرتبطة بايه ان انت تغزي عقلك انت كلاعب بزبط ان انا نلعب وسط الملعب لكن لما طلع وقال انا مش عايز العب في وسط الملعب دي مشكلة داخلية لابد ان يتخطى اكرم نفسه لان ما اكرم تلعب فعلا اعلن النقطة دي فانا وقفت عند النقطة دي وقولت لا يعني انا شايف اكرم لعيب جوكر يلعب في اي مكان احمد فتحي بالزبط شايف كمان عنده القوة اللي تؤهله انه يلعب في وسط الملعب ويكون اضافة مهمة جدا ويروح منتقب مصر كمان من وسط الملعب فانا اتمنى اكرم يعدي دي واتمنى نشوف مستوى اكرم اللي احنا اعتدنا عليه ربما ان انت ببعض الوقت تكون غير موفق ده بيحصل ولكن انت بس شغل ده في فكرة ان انت ما تلعبش لو انا مش بك رايت فانا بلعب في مكان غير مكاني لا اعتبر ان انت حاليا لعب وسط ملعب لو غزيت عقلك بالشكل ده وتعاملت مع الشكل ده والوضعية الحالية خاصة ان انت عندك ايمان كبير جدا بفكرة ان انت كل لقاء بيجي الوقت وبيكون متقلق فيه انت تقدر تتقلق في هذا المركز لان المركز بك رايت باعليه منافسة شرسة جدا اذا بنتكلم النهاردة افريقيا عمر كمال عبد الواحد مش موجود انت بتتكلم محليا محمد هاني عمر كمال عبد الواحد والاتنين كانوا في منتخب مصر للبصول الاخيرة فبالتالي طب انا عايز استفيد منك اه لو ريبت كولر كرر ان انت تلعب باك رايت خلاص خير وبرك لكن كرر ان انت تلعب خط وسط لازم انت تكون عندك استعداد نفسي للاداء ده لان اللي شفناه كان كان اداء مش في افضل حالة فارس كان الفريق كله بعيد بشكل كبير يعني بدأ السلاسي الخلفي مصطفى شبير منعم ياسر ابراهيم شوية امام عشور في بعض التمريرات شوية لما نزل افشة علي معلول الى حد ما بدأ الشوط التاني يتحرك ما دون زلك كاتل فرقة بعيد بشكل كبير جدا وهناقول ان ده اول مبرابعة دي غير بس عشان نكون واقعين يا جماعة معاكو انا بشوف ان في بعض اللاعبين لازم تدي اكتر من كده ولازم تشتغل على نفسها اكتر من كده لان انت بتلعب في النادي الاهلي انت لاعب في النادي الاهلي بينفسك في كل مركز لعيبة كتير جدا لعيبة دوليين لعيبة مؤسرية فلو الناس حست ان ده المية في المية اللي عندك هتبقى مشكلة لو الناس حست ان ده اكتر حاجة انت ممكن تقدمها هتبقى مشكلة وده رسالة عامة يعني اعتقد انا مش محتاجة اقف عند اسماء احنا هنا تناولنا اكرم مش تقليلا منه ده بالعكس عشان احنا ناس من اكتر الناس اللي ادت اكرم فانت صعبان عليك ان اكرم الناس تبقى بعد المباراة شايفة انه هو مكانش في مستوى او مش ده المنتظر منه ولكن فيه بقى لعبين اخرين محتاج تتعب محتاج تثبت ان انت تستحق تلعب في النادي الاهلي ماينفعش لما تيجي ترجع كده المسارتك مع النادي الأهلي تفتكر مباراة أو مباراتين ده مش لعب النادي الأهلي لعب النادي الأهلي هو لازم لما ييجي ترجع له تقول لعب النادي الأهلي ده كان خلال الموسم بيسان في كام هدف بيصنع كام هدف بيسجل كام هدف وتحس ان أرقام فعلا طليق بان انت بتلعب في النادي الأهلي فدي رسالة للعبين اعتقد في بعض اللعبين محتاج يدي أكتر من كده بكتير جدا خصوصا ان هما خدوا الفرصة كتير. خدوا الفرصة كتير. عندك لاعب زي كريستو. لاعب يعني اي حد تفرج عليه عارف ان ده لاعب يقدر يروح لبعيد جدا. ومع ذلك كولر كان في وقت ملاقوقات شايف ان هو محتاج يشتغل على نفسه بشكل من الاشكال عشان ياخد فرصة. طب فيه لعبين خدوا فرصة كبيرة جدا وانا بشوف ان هي كبيرة لدرجة يعني قد تكون كنت محتاج تدي رسالة ان لأ في حد تاني ممكن ياخد. ولكن الاسوأ من ده مش ان انت تاخد فرصة ان انت كمان ما بتستغلش الفرصة دي. خاصة انا فارس في نقطة الفرصة دي. اه. يعني لما بتشوف نمازج خدت فرصة قليلة. وتيجي تشوف مثلا احمد نبيل كوكا. اللي بقى له ثلاث سنين. كلما بياخد فرصة بيقدي. فتيجي تجيله مباراة. مباراة ممكن تنتقد على اي لعب في التوقيت ده اللي انت بتلعب مع التحق جدا السعودي وضغوط ما قبل المباراة وجمهرية بشكل كبير جدا. فتلاقيه زي زي الدهب بالزبط مع الضغط انصهر. فانا عايز اللاعب اللي هو اللاعب اللي يبقى عارف ان هو هيلعب تحت ضغط. وهيلعب تحت انتقارات جمهرية لو ما قدمش افضل حاجة. وهيلعب تحت ممكن يكون منافسة مش بس شرسة. لا ده انت بتنافس محترفين وبتنافس محليين بيلعبوا مع منتخب مصر. فدي نقطة لازم لازم لازم. لما تجي لك مباراة تتمسك بالمباراة دي ان انا المباراة دي اللي هتخليني اساسي في الملعب. مو احمد نبيل كوكا لما جاله التحق جدا. احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه. برغم ديانج وقيمة ديانج الفنية ولعب محترف. بنقول لو ديانج موجود مع مروان عطية مع امام عشور. انا متطمن لوسط الملعب. مين اللي خلانا نقول الجملة دي مستوى احمد نبيل كوكا. صحيح. وبالتالي انت الفرصة مش محتاجة سنين ولا محتاجة عدد مباراة بقدر ما هي محتاجة ان انت تكون مستعد لها. دا حقيقة اسامة ومتطفق معاك. اتمنى ان اعتقد يعني الجمهور كله متطفق معانا على ده. لان انت هتلاقي دي كانت لسان حالي الناس مبارح في بعض الامور يا جماعة اللي لا تقبل الاختلاف.